اهلا بكم في النشرة الاقتصادية حقق القطاع الاقتصادي غير النفطي نموا في ربع ثلاث من العام 2015 بنسبة 4% وفقا للتقرير الاقتصادية الفصلية الأخيرة الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية وساهمت قطاعات الفنادق والمطاعم والخدمات الشخصية والاجتماعية في تحقيق معدل نمو بمعدل 8% كما سجل قطاع المواصلات والاتصالات نموا بنسبة 6% كما لعبت مشروعات البنية التحتية دورا فاعلا في زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص بنسبة 7% على أساس سنوي كما ويتوقع التقرير ارتفاعا في النمو في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية التي شهدت إرساء مشاريع تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي أما على صعيد القطاع المصرفي فقد استمر الاقتمان المصرفي في النمو بوتيرة متسارعة وصلت فيها نسبة النمو إلى 7% أعلنت الناقلة الوطنية شركة طيران الخليج أنها تستعد للإعلان عن عدد من صفقات طائرات خلال معرض البحرين الدولي للطيران 2016 وسيجري الإعلان عن هذه الصفقات بحضور العديد من ممثلي وسائل الإعلام العالمية وعدد من الإعلاميين الإقليميين الذين دعتهم طيران الخليج لتغطية هذا الحدث الهم وقال القائم بأعمال رئيسة في ذيل طيران الخليج أماهر لمسلم أن المعرض يطفي قيمة على نمو صناعة الطيران البحرينية على الصعيد الدولي ويعد أحد أهم منصات الأعمال لشركات صناعة الطيران العالمية اشتركوا في القناة